اشتركوا في القناة وحماية في التنظيم في تنفيذ العمل بشكل حقيقة مهم جدا في استخدام الوقت زي ما بنقول دايما انه الوقت كلسيف زي ما بيقول اعتقد انه الدولة المصرية ضربت امثلة كتير جدا في هذه المشروعات القومية الكبيرة ان هي قدرت تحقق تنمية قدرت ان هي تنفذ هذه المشروعات اللي كان كتير من الناس سواء على المستوى الداخلي او الخارجي كان بيقول لا يمكن مصر تقوم بالقفزة الكبيرة اللي حصلت دي كانت بدايتها الطرق والكباري وشاهدنا الطفرة الكبيرة احنا كمواطنين عاديين بنمشي في كل الحقيقة انحاء المحروصة في كل المحافظات في تطوير ماشي بشكل متوازي ما هياش تعديل في القاهرة او في الاسكندرية او في المحافظات الكبيرة بس لكن كمان موجود وختم الحقيقة سيد الرئيس في ظل هذه التنمية بمشروع الالف وخمسمائة قرية ان هما تكون قرى نموذجية بدايتها ايه بدايتها طرق الحقيقة خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم برحب الاساس الحسين عبدالفتاح الكاتب والصحفي بروزا اليوسف اهلا بك فندم وصباح الخير على حضرتك اهلا بحضرتك ودايما مصر جميلة بسنة لك دايما يا رب بالتأكير زي ما انا يمكن في المقدمة الاستاذ حسين بنتكلم على انه البداية دايما طريقة لما اجا اروح مكان او عايز اعمل استثمار او عايز اوصل لمكان بشوف المكان اللي انا رايحه والطريق اللي انا هبدأ به مظبوطة فندم مظبوطة القياة السياسية بدأت بهذا المشروع القومي الكبير جدا اللي اتعدل 8500 متر كيلو متر تقريبا من الطرق مجموعة من الكبار والانشاءات الضخمة مجموعة من المحاور لربط المحافظات بعضها ببعض هيا ما كناش نتخيل ان هي تتعمل في هذا الوقت تحديدا فضل فضل انا بشكر حضرتك على هذه البداية الطيبة ودايما القيادة السياسية بتبقى محط نظر العالم كله ليه لانها تقود مصر مصر صاحبة الرياضة صاحبة القرار مصر التي تعيش في وجدان ليس الشعب المصري فقط وانما الشعوب العربية والاسلامية انظر العالم بتتوجه الى مصر للأسف الشديد تفتكر حضرتك في عشرين عشرة لما اخدنا صفر المنديال المشهور وكان ابرز راف دماص لذا الصفر الطرق ان اللجنة نفسها كانت بتقف حضرتك في الطرق وفي الاشارات وفي الزحام الغير طبيعي بقى حضرتك تقول بسبب بعجائلين بسبب سلوكيات غير منضبطة بسبب الرئيس عبدالفتاح السيسي مش بيعمر طريق فقط ده بيعمل تنمية شاملة وتنمية علشان يغير بها سلوكيات لبعض الأفراد بتنعكس على المواطن الصالح كمان طيب لما اشتغلنا في مشروع الطرق اللي بننشد ان احنا نوصل لسبع تلاف كيلو تقريبا وخلاص اقتربنا ايه اللي حصل كان والدي الله يرحمه دايما وانا طفل صغير يقول لي يا ابني حط قدامك المثل القائل اعطني طريقا ممهدا لان انا من بلد اسمها ضمنهور شبرى الخيمة ضمنهور كانت قرية صغيرة وكان بيحكمها عمدة الشيخ احمد يوسف منصور شحات البلد دي على مشارف القاهرة انا بيني وبين كبر المزلاط العلوي اتنين كيلو اصر محمد علي باشا اللي هيبقى مفخرة للجميع بالقرب من القاهرة وهو في شبرى الخيمة على ضفاف النيل كان جسر صغير كده قدام دوار العمدة اللي هو اصبح طريق الاناطر القديم اللي كان الملك بيمشي منه ويقول رئيس جمال عبد الناصر الرؤساء فكان يقول لي حط قدامك المثل بتاعه اعطني طريقا ممهدا او طريقا مستقيما اعطيك اقتصادا قويا انت عايز تنمية هتبقى فيه تنمية ازاي من غير طرق فالقيادة السياسية اخذت على عاتقة وده كلام لازم الشعب كله يقف اجلالا واحتراما لهذه القيادة اللي وصلت بينا لايه خمس سلاف وخمسمائة كيلو متر النهاردة مئات الكباري والمحاولة الرئيسية عدم وجود تقطعات في الطرق اللي كانت دائما حوادث مميتة على الطرق السريعة النهاردة احنا بنوصل لمحور شبرة بنها اللي هو اربعين كيلو بتكيلفها مليارات وبعدين نقول احنا عاملين عليه رسوم ليه في نفس الوقت يا طريق بيه بتجد ان محور شبرة بنها مكتظ بالسيارات لو المواطن مش شايف الخدمة مباشرة وبتحقق له هدفه هيطلع ليه المحور نعم وبالتوقيت نفسه الطرق والكباري علشان الناس اللي بتقول ده كل الشغلة هيئة هندسية لأ احنا عندنا الطرق والكباري وعندنا اجهزة تانية شغالة صحيح طريق مصر اسكندرية الزراعي على قدم وساق العمل فيه وكباري معمولة جديدة وتمهيد للطريق قسح على ذلك بقى اللي اربعين كيلو دول في مصر كلها الصعيد اللي كان لا ينظر اليه نعم نواب الصعيد في قمة السعادة بما يتم هناك من مشروعات ومن طرق على الرياحات والطريق الغربي والطريق الشرقي نعم الصعيد فعلا ابتدى بدل مكان مكان طارد للسكان يمكن حضرتك تشهد ان في مجال الاعلام والصحافة يمكن احتلال لجمهورية سهاج من زميلنا الاعلاميين لان المحافظة بتاعتهم كانت طاردة ليهم نعم النهاردة حضرتك هم بيفرحوا بلدهم بيشرفوا بانهم من سهاج بيشرفوا بانهم من انا بيشرفوا بانهم من اراضي الصعيد الجميلة اللي اصبحت جاذبة الاستثمار اليوم يذهب الى الصعيد بفضل ايه بفضل منظومة متكاملة طبعا لكن في مقدمتها الطرق طبعا الطرق والكبالي والمهار واستغلال الدولة طبعا للظهير الصحراوي لهذه الحقيقة المحافظات كان جزء مهم جدا احنا لما بنروح نزور المدن الجديدة هناك سيد حسين يعني بنتفاجأ الحقيقة ان احنا في بلد يعني شبه العواصم الحقيقة يعني من تنظيم من ادارة الحقيقة من كمان شكل السكن هناك يليق الحقيقة بالمواطن المصري بالجمهورية الجديدة خلينا نروح لانتقال مصر الى المركز الـ 28 على مستوى العالم من الطرق والكباري لانه اعتقد انه هذا المركز على التصنيف العالمي بيساوي استثمارات ضخمة نقدر ان احنا النهاردة نكتذبها في مصر افندم الاستثمارات اللي تمت علشان جذب الاستثمارات كبيرة جدا لكن النهاردة المخطط استثمار 245 مليار فيه فيه 21-22-245 مليار اللي تم قبل كده وصلنا الايه بقى على وفقا لتقارير التنافسية العالمية انه احنا كنا في المركز الـ 113 تخيل حضرتك ان احنا نتخطى في السبع سنوات السابقة 85 مركز ونوصل زي مسيادتك كله رقم جبير اولا انت حجم الانجاز اللي بتعمله غير مسبوك وبعدين العالم كله ينظر اليك رئيس دولة استلم بلد فيها تناحرات غير طبيعية فيها توجهات غير مسبوكة نعم لإرهاب ولعمليات متطرفة ولجماعات إرهابية ولجماعات منتفعة ومرتزقة ومجموعات يعني ما انزل الله بيامن سلطان احنا كأن في تطار ومغول دخلين علينا كمان كأن جنكيس خان وهلاكو تم احياءهم علشان مصر من ضمن الدول كانت مستهدافة لوقاحة زي اغلب الدول اللي حوالينا يعني لما توصل بقى سيادتك لانك يعني تطلع هما الناس بيقولوا تنزل لأنا بقول نطلع من الـ 113 ونتخطى 85 لغاية لما نبقى في المركز الـ 28 بتقارير التنافسية العالمية اللي ملهاش مصلحة انها تقدم حضرتك او تأخرك تمام وتوصل حضرتك لهذا المركز انت كمواطن فخور ببلدك ولا لا فما بالك بالعامل البسيط والمهندس والمقاول اللي اشتغل الناس مش متخيلة حجم وعدد شركات المقاولات اللي بتنفذ المشروعات دي يسئد الفاضل هذه الطرق وهذه التنمية انقذت مصر من بطالة صحيح كادت ان تنهي على الدول من الدول القليلة جدا على مستوى العالم خاصة في جائحة كورونا اللي احنا قدرنا ننزل من 13.5 حجم البطالة لغاية حوالي تقريبا 9.3% اعتقد ان الارقام دي ارقام مهمة جدا ولما نيجي نقول الارقام دي هي من الصغيرة على فكرة لانها بتساوي مليارات الحقيقة من الاستثمارات خليني اروح مع حضرتك لاتجاه الدولة فندم لتحسين المواصلات العامة والحقيقة بدأت والدولة صرفت فيها مليارات الجنازات من زيادة في محطات مترو الانفاق وصول هذا المترو الى مناطق ما كانش بيوصل لها بنتكلم على القطار الكهربائي بنتكلم على المونوريل اللي هيوصل من العاصمة الادارية الجديدة الى كل حقيقة ربوع القاهرة الكبرى والعكس صحيح بنتكلم على مثل هذه الانشاءات ماذا تمثل في مصر وقد ايه هتحل ازمة ومشكلة كبيرة احنا بنعاني منها تقريبا من التمانينات وهي ازمة المواصلات انا بشكر حضرتك بس اسمح لي ارجع للحضرتك قلته قبل ما ادخل في السؤال ده قصة الكورونا ومرورنا مرور الكرام بفضل الله برغم كل ما تم لكن احنا من افضل الدول اللي تخطت الازمة ده انا بتذكر مع حضرتك صورتي الصورة الاولينية لسيادة الرئيس لما كان مع الفريق صدقي صبحي لما كان وزير دفاع سنة 2016 وهم بيجلسوا مع أسرة بسيطة وبيتناولوا الفطار وبيشوفوا أوضاع الناس ايه الصور التانية بقى المتعددة اللي سيادة الرئيس من ساعة ما شاف الولد اللي واقع بالدراجة ومتبعته للحالة في الشارع المصري ومروره على الأسر المصرية وبعد الصور اتذكرها واللي واقع بس كامل بجانب الرئيس وكانوا بيشوفوا المشروعات وبيتابعوا المشروعات وبيتابع سيادة الرئيس بنفسه شكل العامل البسيط وشكل الفني والمهندس وهو مرتدي الكمامة أو غير مرتدي الكمامة لدرجة انه في يوم من الأيام الرئيس وقف بصرامة شديدة بالرغم من الأبوة اللي بيتعامل بها مع الناس كلها اتلقته عليهم وقال لهم هو أنا بقول كلام ما بيتنفسش وتعليمات شديدة لو تلاقيت عامل بعد كده وهتابع وهنزل وهشوف هو حريص على صحة المواطن زي بالضبط حضرتك لما خصص 100 مليار ساعة أزمة كورونا وإحنا في أمس الحاجة وعندنا أزمة اقتصادية لكن هو بيبني آه ليه عشان المواطن يبقى لازم يخاف على صحة المواطن طيب انتقلنا بعد كده من التنمية اللي حضرتك بتتكلم عنها في الطرق إلى التنمية في سائل وسائل النقل سائر وسائل النقل الغير معروفة في مصر قبل ذلك لما نقول الخط الرابع لمتر الأنفاء كلام معقول متر الأنفاء شغال أو خط أول وخط تاني وخط تالت وفيه أزمة فيه الكبري بتاع أمبابة وتم معالجته بطريقة غير نمطية غير مسبوقة النهاردة الخط الرابع اللي بيوصل لطريق الوحاة واللي بيمر من عند المتحف الكبير واللي بيوصل من الأهرام لغاية ميدان الجيزة كل ده كلام كويس قوي وامتداد متر الأنفاء لغاية محطة عدل منصور وبعدين يطلع بعد كده للعاشر هو إيه اللي بيحصل في مصر انت بتجيب فلوس منين يا رئيس الجمهورية وعلى فكرة لو روحت زورت السيدة زينب أو سيدنا الحسين أو مقامات الأولياء تلاقي الناس البسطاء بيقولوا إيه طريق بيه بيقولوا فيه حاجة اسمها البركة والرجل ده عشان يقيدوا نضيفها وما بيخافش غير من ربنا فربنا مبارك يعني الناس البسطاء بيقولوا كده طبعا ده كلام من القلب الكلام العملي ان فعلا مع سيادة الرئيس أجهزة بتشتغل بصدقه بإخلاص حسن الإدارة حسن الإدارة أنا باشكولك بالإضافة إلى أن المشروعات دي معمول لها دراسات جدوى صحيح جيدة جدا صحيح معروف تمويلها ييجي منين بيشتغل عليها الاستثمارات إزاي وده بالتأكيد بياخدنا للإطمئنان في الجزئية دي إنه إحنا دايما في التحركات يمكن منذ فترات طويلة كده كان في بعض المشروعات كان في بعض التحركات كانت بتتميز شوية بالعشوية وعدم الدراسة النهاردة كل خطوة بقت محسوبة يا أستاذ حسين لما نيجي نتكلم أيضا على حجم المواصلات اللي بتستهدفها الدولة بحجم المليارات دي ده رقم كبير جدا ده هيسهل لإيه للمواطن المصري ولنظرة المستثمر الأجنبي فانت هارف حضرتك يا طالق بيه محطة عدلي منصور فيها فيها إيه هي 15 فدان تقريبا فيها القطر الـ LTR ده القطر الكهربائي الخفيف وفيها مترو الأنفال صحيح وفيها الأوتوبيس الترددي نعم وفيها السوبر جيت نعم إيه ده إيه ده هو الكلام دي كان بيبقى بتجمع كل المواصلات الحقيقة ده خمس محط التوزيع خمس وسائل نقل موجود بالإضافة لأنه محطة العبور فيها حوالي 26 مبنى تقريبا وفيها الورش وأعمال الصيانة وواء الأخر الفريق كامل الوزير بيتابع كل الكلام ده وبينزل كل فترة هو بيتابع ما هو بيتابع من مكتبه وبيتابع على أرض الواقع لكن هو بينقل إعلاميا للمواطن حجم الإنجاز اللي بيتم وبيطمن المواطن إن الأرقام اللي بيسمعها دي أرقام حقيقية بتتناسب مع الواقع يعني اللي كان بيتم زمان ده ألف جنيه النهاردة بيتم بمئة ألف جنيه صحيح ليه تغير طبيعي أنا مرتبة أول ما روحت روزة ليوسف كان كام النهاردة بقى كام فيه مبالغ كتيرة مختلفة ومتغيرة صاد العالمي كله تغير يا فندي وكان بقت خلاص الأرقام دي زي ما حضرتك بتقول النهاردة اللي أنا بعمله بعشرة بكرة بعمله بمية يعني تمام في مصر اللي تحول الحقيقة من لغاية لما نوصل للرقم تمانية وعشرين على المستوى العالمي احنا نفسنا دول كبيرة جدا ودول ضخمة الحياة في هذا المجال خليني يمكن أشكر حضرتك في نهاية اللقاء وأقول دايما أنه في نقطة ضوء بالتأكيد احنا هنوصل لها بإذن الله في حجم هذه المشروعات اللي ديت أريحية كبيرة في التنقل بتاع المصريين داخل بلدهم أستاذ حسين أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بالتأكيد لسه عندنا كلام مستمر في هذا الأمر والأجمل منه أنه احنا اللي بنمشي على هذه الطرق شكرا جزيلا شكرا لحضرتك وشكرا لكل عامل بيقوم بدوره صحيح لأنهم بيبنوا مصر الجديد صحيح أنا بحيط حضرتك صحيح يعني بتحيط التقدير لكل عمالنا وبالتأكيد كمان المشروعات دي هي ملك لنا وملك الأولادنا وملك البلدنا لحبيبة مصر هنخرج لفاصل بعد الفاصل إن شاء الله هنكمل حوارنا عن الاقتصاد المصري والتطورات الأخيرة في هذا الاقتصاد مع ضيفي وضيف حضرتكم الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد زغلول مساعد رئيس تحرير بروزة اليوسف ابقوا معنا من فضلكم ترجمة نانسي قنقر